نتوسع في الحديث أكثر الآن مع ضيفنا ينظم لينا من تونس الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية الدكتور علي العلاني دكتور علي أهلا بك معنا كما تبعنا قبل قليل حتى قبل أحداث النيجر كان هناك نشاط وتحرك لبعض العناصر الإرهابية في بعض دول غرب أفريقيا ولكن مع الانقلاف النيجر وهذه الأحداث ما هي مخاطر عودة ظهور الجماعات المتطرفة والإرهابية وبقوة؟ صباح الخير تحية لك ولكل السادة المشاهدين أعتقد أن عودة الإرهاب بقوة في غرب أفريقيا هي في جزء منها مرتبط بانقلاب النيجر ولكن في الحقيقة كما جاء في تقريركم أن الإرهاب عشش في دول الساحل الأفريقي منذ عقود وبالتالي يمكن أن نقول أن هذه التراكمات من الانفلاتات الأمنية وعدم وجود استراتيجية ناجعة في مكافحة الإرهاب في منطقة غرب أفريقيا كانت إلى حد كبير سببا في توسع هذا الانفلات بعد انقلاب النيجر ولا ننسى أن هناك مشاكل في الحقيقة بين فرنسا وبين مستعمراتها السابقة في غرب أفريقيا ولا ننسى أن المنادات بإخراج فرنسا من إفريقيا كان حتى قبل 2011 كان في 1997 عندما زار القذافي النيجر خطب من هناك وقال يجب على النيجريين وعلى دول الغرب إفريقيا أن تطرد الفرنسيين من هذا البلد لأنها لم تفعل لهم شيئا ووعدهم ببعض المشاريع الابتصادية إلى غير ذلك إذن فمسألة الصراع بين فرنسا وبين هذه المستعمرات والآن توسع هذا الصراع وأصبح بين الغرب وبين هذه الدول في غرب أفريقيا ولكن اسمح لي دكتور فرنسا كانت تلعب دور لربما الحد كبير في ملف مكافحة الإرهاب ولكنها الآن من جهة بدأت وصحبت بالفعل قواتي على سبيل البثان من مالي وبركينة فاس ومن جهة أخرى اليوم تزداد الأصوات المطالبة بالخروج الفرنسي ولكن هل تستطيع هذه الدول الحكومات الأفريقية مواجهة هذا الملف ومكافحة الإرهاب وتطرف لوحدها من دون أي دعم غربي أو دولي؟ هو نحن الآن أمام مفارقة عجيبة وأتذكر أنه منذ أشهر قبل حتى هذا الانقلاب بمدة طويلة نسبيا كانت هناك عمليات إرهابية في منطقة النيجر وفي منطقة الساحل الإفريقي وبالتالي خروج القوات الفرنسية زاد من منسوب الإرهاب لكن السكان بصفة عامة يحتجون على أن القواعد الغربية والقواعد الفرنسية لم تستطع أن تنقذهم من براث الإرهاب منذ على الأقل من زمن داعش كانت بشدة تلك العمليات الإرهابية وقبلها وحتى إلى الآن لكن بطبيعة الحال هذه الوضعية مسألة كثرة الانقلابات في بلدان الساحل الإفريقي يجب أن نشرحها بأسباب عديدة هناك أسباب ذاتية وهناك أسباب موضوعية الأسباب الذاتية نجدها فيما حصل في انقلاب النيجر ومحاولة بازوم إقالة رئيس حرسي إلى غير ذلك ولكن هناك أسباب موضوعية سواء في النيجر أو في مالي أو في بركينا فاسو وهي أن مكافحة الإرهاب لم تتبح تحسين أو ضاع السكان ممن جرى عنه كثرة الهجرة غير النظامية وأيضا كثرة الإرهاب نحن لا ننسى أن الآن ما عدا نيجيريا ربما نسبيا فمعظم بلدان إفريقيا نجد أن حوالي ثلث حدودها غير محروسة أي أن الرهابيين يعني يرتعون ليلة نهارا في هذه المناطق وبالتالي خروج هذه القوات الفرنسية وربما الغربية الأخرى يعني الإيطالية وما عدا الأمريكان الذين اقتنعوا بأن ما حصل في النيجر ربما يكونوا نتيجة تراكمات صحيح أن الأمريكان طالبوا بعودة النظام الدستوري لكنهم لم يوصفوا ما حصل في النيجر بالانقلاب لأنهم يعرفون أن السكان يعانون اقتصاديا وتنمويا مشاكل كبيرة وأن الفرنسيين عليهم أن يغيروا من استراتيجيتهم وصلت الفكرة لديق الوقت شكرا لك دكتور علي العلاني الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية كنت معنا من تونس شكرا لك